إذن مشاهدين الكرام كنا نستمع لخطابي أو كلمة رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون مع الولاة الجمهورية بأول لقاء يعني يلتقي فيه الرئيس مع مسؤولي التنفيذ المحلي هما الولاة الرؤساء الدوائر خطاب كان خطاب مصارحة ومكاشفة خطاب قدم فيه الرئيس يعني وضعا عام تقريبا على التنمية المحلية في الجزائر خطاب لم يكن يعني مماثلا للعهد السابق موين كنا نشاهد الجوانب الجميلة من الجزائر وكانت كنا نشاهد صور يعني الجزائريين الذين يعبرون عن ساعتهم وفرحاتهم لاستلامهم بعض المشاريع من سكنات أو الربط بالغاز أو غيرها دون أن نشاهد كذلك أيام معاناتهم قبل حصولهم عن هذه الأمور خطاب يعني عاد فيه الرئيس إلى تقريبا كل المجالات اللي عندها علاقة بالتنمية المحلية بالاقتصاد خاصة بالجانب السياسي كذلك على الرجع الجانب السياسي خطاب تكلم فيه على أبرز فيه الرئيس أنه يدرك ويعرف وعلى بيينة بمكامني دائي والفسادي وأسليب وطرق يعني النزيف الحاد أو يعني الذي أصاب الاقتصاد الوطني يعني لما الرئيس يتكلم يقول بأنه مكاشر قابة في الإنجاز يعني على كل المستويات فهو يعني بث تلفزيون الجزائري صور ومشاهد أثبتت أنه صح مكاشر قابة لما الرئيس يتكلم يقول بأنه لو كان النقص فقط من فاتورة تضخيم فواتير الاستيراد رحين نغفروا يعني ما مقداره يعني استهلاك سنة من الطاقة فهو يدرك يعني هناك تقارير تقول أنه أكثر من 35% من فاتورة الاستيراد اللي احنا جوزت 60 مليار دولار أكثر من 35% منها يعني مضخمة إذن الرئيس عاد إلى كثير من الجوانب ووعد بإصلاحها أنا ماذا بيا نرحب بضيفي الكريم مستاذ مختار بنقوية دكتور في اقتصاد التنمية المحلية مرحبا بك أستاذ مختار مرحبا بكم شكرا على الاستضافة تحية للجمهور الكريم لقناة البلاد إذن مباشرة أن أستاذ مختار استمعت معي كما استمع الجزائريون للرئيس عبد المجيد تبون هو يعني التقى بولاة الجمهورية خليني نذكرك مثلا قال شجعوا الكفاءات بدل الموالات يعني قال تكلم على محاربة الرشوة الكف عن الوعود الكاذبة أو طلب المصارحة ومواجهة الجزائريين قال نزلوا الميدان قال ما تكتفيوش بالتقارير المكتوبة تكلم على الضرائب قال بأنه واحد من أثر أثرياء الجزائر في المرتبة 56 من حيث دفع الضرائب بينما يدفعها المواطن البسيط كلام كبير جدا يعني وكأنه الرئيس عبد المجيد تبون يعني دار محاكمة مباشرة للنظام السابق وحتى محاكمة للإنجاز في مناطق الظل يعني في الجزائر هذه التي لا نشاهدها نحن لا يشاهدها عادة المسؤول يعني الجزائر اللي نشوفوها في رغم أنه كل وسائل الإعلام كانت تظهر هذه الصور منذ سنوات ماذا بيا أعطيني قرأت كل هذا الخطاب طبعا رئيس الجمهورية في كلمته أمام الولاة نقل حقيقة معينة هي وحاكم النظام السابق في البرنامج الأول للإنعاش الاقتصادي الذي كلف خزينة دولة ملايير من الدولارات وكذلك برنامج الإنعاش الاقتصادي الثاني الذي كلف كذلك خزينة دولة ملايير من الدولارات الأثرها في الواقع الآن شفناها في الصور التي بثها التلفزيون الجزائري في هذا الخطاب نقل مشكلة نقل مشكلة طرق أو نوعية الإنجاز تكلم كذلك عن المرافق الصحية وظروف التمدرس تكلم كذلك عن مشاكل النقل بالنسبة للتلميذ تكلم على كل القطاعات التي تعاني في هذا وكأنه لا أثر لهذه البرامج الاقتصادية التي استنزفت أموال كبيرة جدا سمحني استعمل عبارة قوية جدا كيش مسئول في الجزائر قالها قلبي أنه هذه الناس هذه اللي عايشين خارج المدن الكبرى العاصمة وهرن قسنطينة كذا يعني على بعد مثلا خنشلة ولا على بعد مئة كيلو على لباتنا وعلى كذا ليش بعيدا يعيشون مرحلة قبل الاستقلال هو الكلمة كانت كلمة صريحة جدا للمجتمع الجزائري وأنا كذلك أفاجئك أنا كذلك في المناطق التي تدعي أنها مدن مثال هنا في العاصمة أن هناك اكتظاظ في تمدرس أبنائنا مثال في مدارس وصلت عدد تلميذ إلى خمسين وخمسة وخمسين تلميذ في القسم وحتى الرئيس سمح لي صدق طعب ساعة ساعة الرئيس قال بأنه لم نطلب منكم للولاة ولرؤساء الدوائر ورؤساء البلدية يعني اللي ما كانوش حاضرين على كل حال قالوا لم نطلب منكم أن تحولوا الأريافة إلى مدن فإذا به تأريافت المدن تأريافت المدن حتى الولايات تأريافت مظاهر التمدن الآن في الدولة الجزائرية عامة هي أصبحت المدينة وكأنها ريف والريف أصبح يعيش في ظروف أسوأ بكثير وقال رئيس الجمهورية بكل صراحة أسوأ بكثير من ظروف الحقبة الاستعمارية أو ما بعد الاستقلال بسنوات فقط لا ظروف نقل ولا ظروف معيشة كريمة ولا حياة كريمة لهذا المواطن قال بصريح العبارة المواطن يريد هو يحمد الله سبحانه وتعالى على ما هو فيه من نعمة لكن يريد أن يعيش حياة كريمة يريد أن يرى الماء الشروب النقي يريد أن يرى الغاز يريد أن يتمتع بما يتمتع به باقي المواطن أستاذ مختار سامحني في هذه المسألة بالذات هل ما تشوش بأن الرئيس أدرك بأنه ووجه خطاب للمسؤولين اللي عم قداموا اليوم يا جماعة الشعب هذا ما عندكم شعب مثله يعني صابر وصابر معاك يعني على الضر والشر والفقر والفاقة والحرمان وكذا ورغم ذلك مسكين يجي طالب إذا كان يعني كما يقولوا بالدرجة بالعامية هذا المواطن هبل يقطع الطريق لبعض الدقائق هكذا يعود معناه أحب يقول لهم استغلوا هذا الصبر يعني أو ثمينوه على الأقل وانظروا فيه هو قال هذا المواطن يقول كلمتين يقول الحمد لله وقال في بداية الخطاب يوكر عليكم ربي صبحانه وتعالى هذه كلمتين كبيرة جدا على كل مسؤول يعي معنا المسؤولية الحقة التي يكلف بها طبعا رئيس الجمهورية عارف بمكام كل القطاعات تقريب تكلم عن التجارة تكلم عن الصناعة حتى سامحني يعني صراحة تكلم حتى القطاع اللي كان يشرف عليها قطاع السكن نعم وستعمل عبارة مهمة جدا قال بأدعى وزير سكن والداخلية إلى إعادة إنجاز بطاقية سكن اللي قال أطلفت استعمل عبارة أطلفت يعني كاينة عصابة أطلفت البطاقية الوطنية للسكن يعني أصبحنا لا نعرف من أخذ ومن لم يأخذ هو تكلم عن هذه وأنا سجلتها عن إطلاف البطاقية الوطنية للسكن وإعادة تجسيد البطاقية الوطنية هو قال هذه العبارة إطلاف معناها كاينة عصابة أطلفت البطاقية الوطنية للسكن أو خربت تخريب البطاقية الوطنية للسكن بحيث لا يظهر من استفاد أو من لا يستفيد واستعمل حتى عبارة من استفاد من سكن في مناطق معينة وهو كذلك نفس الشخص سيستفيد من سكن في ولاية أخرى مقابل رشوة قال الرشوة الصغيرة والرشوة الكبيرة هو رئيس الجمهورية تكلم عن الاستيراد كذلك تكلم عن وجود مافيا أو عصابة في الاستيراد وتهريب وتخيم الفضاطير للإستيراد تكلم كذلك رئيس الجمهورية هنا أستاذ سامحني هنا ما تشوش بأنه كي ينتناسق كبير بين وزير بين رئيس الجمهورية والنشاط الوزاري تقع بعض الوزراء مؤخرا نخلي مثلا نقول لك مزير تجارة كمال رزيق اللي أعلن حرب على مافيا الحليب تكلم حتى على مافيا الزيت السكر مافيا المواد المدعمة وزير الصناعة كذلك اللي نراه الآن يعني في حوار مباشر مع هذه المؤسسات لأصحابها رم في السجون ولكن الرئيس قال حكمونا من يد المريض وقال نصرحنا لهم الأسكادي والسيكادي هل ما تشوفش باللي كين تناسق يعني هذا الوزراء صح كانوا يعملوا بتعليمات رئيس الجمهورية هو أثبت اليوم أن هناك تناسق كبير بين وزراء الحكومة الحالية ورئيس الجمهورية تكلم بصفة شخصية على وزير صناعة وسمه بأسم كذلك ثلاث مرات وكذلك تكلم مع وزير التجارة كذلك مرتين أو ثلاث وبالتالي تناسق في وضع برنامج هو قال هكذا قال برنامج اقتصادي صناعي تكاملي لمحاربة هذه المظاهر وأعطى تعليمات صارمة بعدما أصبح هذا البرنامج برنامج رئيس الجمهورية وصدق عليه البرنامج أصبح للتنفيذ أعدة تعليمات صارمة للولاد لمحاربة هذه الظواهر في مدة ثلاث أشهر أو سنة على أكثر تقدير قالوا من المؤشرة لازم تبدأ تظهر في ثلاث أربع أشهر وعلى سنة نتحاسبه وعلى سنة نلتقي ونتحاسب إذن هذه مهمة جدا كذلك في خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أستاذ في قضية سامحني في قضية المنتوج الوطني الرئيس سامحني خاص غير يقول بأنه المنتوج الوطني تعرض لعملية اغتيال اغتيال يعني مع سبق الإصرار والترصد قال بأنه الناس تنتج الذرة بعد يقول له جيبها لي من أضرار ولا كذل بقطب قال له عنده وين يقدر يدفعها اللويسي يعني حتى المؤسسات العمومية أشار لها بالبنان يعني قال لابلي بالانتومة كذلك نراكم تعملوا عمل العصابة يعني هو رئيس الجمهورية لعمت كل ما عن ثلاثة أو أربعة منتجات وأعطاها كمثال فقط ذرة تكلم عن البرتقال استيراد البرتقال أو العصير في وقت الانتاج الوافير تكلم كذلك رئيس الجمهورية عن طرق محاربة الانتاج المحلي نعم لتحويل العملة هو قال بصريح العبارة قلنا استوردوا الرمل يعني استوردوا الرمل يعني الرمل للجزائر قال ثلاثين بالمئة واربعين بالمئة من أراضي فيها هذه المادة أصبحنا نستوردها لاستنزاف العملة الصعبة قالها مباشرة هو أعطى كان خطاب بسيط خطاب موجه وخطاب كذلك إلى مكامل الخطر الذي يهدد القيمة المالية أشار كذلك رئيس الجمهورية إلى ديون البنوك عند بعض المستثمرين التي لم تسترد ألف وستمئة على ما أعتقد سجلت ألف ومئتين مليار ديون البنوك ألف ومئتين وستاش مليار دينار ألف ومئتين هي مبلغ وقال هكذا أضيفوا الأصفار التي شئتم لتحويلها ألف ومئتين وستاش مليار هي ديون البنوك زيدوا الزروات كما تحبوا زيدوا الزروات كما تحبوا طبعا في هذه النقطة بالذات أشار إلى عدم التساوي والعدل في دفع الضريبة قال مواطن بسيط ينحيلوا الضريبة دخل مباشرة من راتب تاعه وقال أكبر رجل أعمال وكذا أثر الأثرياء أثر الأثرياء بهذه العبارة أثر الأثرياء أسمه ولا 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 صفته قال يدفع في المرتبة ربما 56 من حيث دفع الضراب وبالتالي هو أحيان مشروع الدفع أو الضريبة على الثروة التي كانت منذ زمن قليل هي مطلب من المطالب الجزائرية بهذا الشكل لما يقول بأن المواطن ولا يدفع الضراب رئيس سبون يعلم ويدرك أنه ثاني مدخول للخزينة العمومية بعد الجباية البترولية هي ليرجي اللي ضريبة نعم ضريبة على الدخل على الدخل المواطن اللي يخدم عند الدولة ولا يخدم عند الخدام الشهار يعني نعم شهار ليرجي هو قال بصريح العبارة رئيس الجمهور قال بلي هذا غير هو تكلم عن شيئين في هذه الضريبة تكلم عن عدم توسيع طروة عن مناطق الوطن نعم بين المدينة والريف بين منطقة ومنطقة أو بين حتى ولاية ولاية أو بين وتبذير في ما بين المدينة والريف كذلك قال إعادة الرصيف مرتين أو ستة شهر في كل يعني يحب كلهم باللي على بنا على بطرق وقالهم باللي اللي زنفروبي يتمدوا في الليل وما كاشر رقابة وقالهم باللي انت دير لي رصيف مننا وبعد على ثلث شهر تعود الرصيف ودير لي فوارة هنا ودير لي كذا المواطن في حاجة إلى ماء في حاجة إلى كهرباء في حاجة إلى مدرسة يعني الضروريات هناك أولوي يعني 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 مثلث أنتما غفلتوا الأولويات والضروريات ورحتوا لنا التحسينيات لتكلوا فيهم الصور دا طبعا هو قالها بصريح العبارة قال لكم أجرين أجر معاونة فقير ومسكين وأجر كذلك الدفع الأذى عن هذا لأنه استصلاح أو ترميم أو مدرسة أو طريق أو مطعم مدرسي أو يستعمل يعني النقل المدرسي أحسن بكثير من ترميم رصيف مرتين أو ثلاث مرات هذا على فرض أنه ما فيهش رشوة وما فيهش كذا رئيس الجمهورية أحبي قولهم لكين ترتيب أولويات في النافقات العمومية وهذا مهم جدا في النافقات العمومية لأنك العلاج أولى من الرصيف وقال سمحني أستاذ مختار نذكرك فقط أنه قال ضخ 40 مليار دينار في صندوق تضامن ما بين البلديات قبل في جنوبي 2019 وقال كذلك 40 مليار في ماي نعم وتكون كذلك في ماي المقبل رح تكون 100 مليار دينار يعني عندك 40 و40 ومياه اسمه 180 مليار دينار في صندوق تضامن بين البلديات طبعا هذا المبلغ هو مبلغ كبير جدا نعم مبلغ كبير جدا لو يستغل في تحسين حياة الكريمة للمواطن طبعا هذه الصور التي رأيناها صور مؤسفة جدا جدا مؤلمة جدا أن ترى تلميذ يحمل في 2020 ما زال يحمل الماء على على أكرمكم الله على الحمار وينقلوا من مكان إلى مكان آخر مقابل تضييع لدراسته أو بعد مباشرة من خروجه من المدرسة هذه صور من المفروض إجارات جريمة متعددة الأركان قال وكذلك نقل صور لتلميذة وهي تبكي على عدم توقيفها عن دراسة فقط ما طلبتش سكن ما طلبتش أشياء أخرى طلبت أن يتكمل دراسة تحف فقط في المتوسط لأن المتوسط تبعيد على مقر السكن تحف صور وأبكات قالت أنا من قلتش لازم نروح وهذه ظاهرة لازم نروح معناها ظاهرة نزوح ريفي آخر نعم ومشاكل أخرى للمدن وهذا هو رئيس الجمهورية كان يقصد بأريافة المدن لأنه لما يجي مواطنين للمدينة معناها كي نفقات أخرى كي نعدم عدم الاكتفاء في توزيحته أن فقط هناك كذلك هذا صور أستاذ يعني رهي بثت بأمر من رئيس الجمهورية يعني رئيس ولي طلب باش يندير هذا التقرير وأكيد مطالع عليها وزارة مطالعين عليها الولات مطالعين عليها الجزائريين كلهم مطالعين عليها يعني لأنه إحنا القانوات الخاصة حتى القناة العمومية ساعة ساعة كانت تقدم هذا المشاهد ولكن في القانوات الخاصة يعني يشهد الله سبحانه و جل أنه كل القانوات كانت يوميا تبث هذه الصور وهذه المشاهد نعود نقول لي للمسألة البلديات أشار النقطة مهمة جدا لأنه اليوم الرئيس وكأنه دارين كونست أنا في تقديري يعني أنا أسأل دار تقرير حال بيقولين نحن كالجزائريين يجمع هاو هاو لك ما كامل الفساد ما كامل دار أنا أعرف كيف تستنزف الثروة الجزائرية الأموال في اللي قال ضرعهم كينين ولكن ما يشتروح لما كانها ولكن تكلم عن البلديات وقال باللي يمكن أنه وما ذكرهاش بصريح العبارة أنه راح يكون تعديل للبلديات في قانون البلديات والولايات بحيث يسمح لها بالحصول على بعض ضرعب بتذاتها لأنه اليوم أستاذ لما نتكلم على التنمية المحلية لابد من الحديث على قانون البلدية والولايات اليوم مثلا البلديات ما تستفيده البلديات من الجباية مقارنة ما تستفيده الولايات ضئيل جدا نستاذ هو قال بالصريح العبارة قال مراجعة قانون الانتخابات التي تمكن المنتخب المحلي من مساءلة المسؤول وهو مساءلة المسؤول من هو المسؤول هو الوالي أو رئيس دائرة في عملية الأموال أو توفير الأموال كذلك لكن كيف يسائله رئيس البلدية اليوم بتوفير سمعني إذا كان اليوم رئيس البلدية يعني كما يقول رئيس البلدية مصيره مربوط بجرة قلم والي يعني صراحة اليوم رئيس البلدية المنتخب مصيره مربوط بجرة قلم والي فأراد الوالي توقفه يوقفه طبعا بدون تعسف وكذا ولكن يقدر يستعمل القانون ويوقفه لخطأ ما وكذا يخطأ رئيس البلدية ولكن هل ما تشوش بأنه ينبغي تعديل قانون البلدية بحيث يسمح بهذه الولاية البلديات أنها أنها دخل أموال تصغل المرافق العامة تحت دير شاركات مع القطاع الخاص في مرافق عمومية ما تقدر هي تقوم بها يا أستاذ خلينا نذكرك بأنه حداد ما حіл مجد أموال بلدية في الولايات المتحدة الأمريكية بلدية 247 مليار دولار كيف بلدية في الولايات المتحدة الأمريكية طلبت أموال قرط حداد رفضهم في البلدية رئيس بلدية في الولايات المتحدة الأمريكية وللأسف شديد مع وزير أنا ذاك مع وزير الصناعة في رحلة ماكوكية بطائرة خاصة وما إلى ذلك طبعا هو أشار إلى تعديل قانون الانتخابات ما معنى تعديل قانون الانتخابات من ناحية سياسية معناها تعديل قانون الانتخابات كيف الوصول إلى البلدية وقالها لابد من وصول كفاءة وليس وفصل السياسة عن المال قالها بعبارة هذه وكذلك قال تعديل قانون الانتخابات معناها يمكن لرئيس البلدية أن يتحصل على أموال ذاتية من البلدية التي هو مسؤول عنها بشراكة مع القطاع الخاص باستغلال للإمكانيات المتاحة تحت تصرفه فيه أو كذلك من نسبة معينة من الجباية البلدية تذهب لمعالجة مشاكل البلدية لأنه لا يمكن ونحن في 2020 أنه رئيس البلدية ينتظر القانون المالية أو قانون المالية التكملي لإقامة بمشاريع وكذلك بعد المداولات وبعد مجموعة من الإجراءات القانونية والاجتماعات وما إلى ذلك ينتظر موافقة الوالي وينتظر موافقة المراقب المالي وينتظر كذلك حصول الأموال يعني إجراءات كبيرة معنى البلدية تعيش على خليني نقول لك أستاذ اليوم ثلث البلدية في الوطن عاجزة ماليا يعني تعيش على نفقات الدولة رغم أنه ربما عندها إمكانات ضخمة من حقارات من منقولات عندها إمكانات ولكن تعيش لأنه رئيس البلدية ما عندوش صلاحيات استثمار هل ما تشوفش بأنه اليوم أستاذ نستمع أستاذ معذرة الكامل بالجود وزير الداخلية بعد نعود نقول للنقاش إذا كانت كرمت إذن مشاهدين الكرام كنا نستمع لي وزير الداخلية ثم نعود للنقاشي فابقوا بعد إذن مشاهدين الكرام كنا نستمع كذلك بعد سيد بالجود وزير الداخلية الآن كنا نستمع إلى سيد زغماتي تكلم كذلك عن يعني قطاعه في الإدارة المحلية تكلم كذلك يعني بلغة صريحة فصيحة يعني كشف حقائق مذهلة واخطاء كبيرة جدا يعني ما سمعناش الخطاب ذاك السابق تع أنجزنا كذا مرفق وربطنا كذا مرفق يعني الخطاب ذاك الرقمي لأرقام اللي يتكلم على أرقام الإنجاز ولكن اليوم سمعنا خطاب المصارحة والمكاشفة بعيوبنا وباخطائنا كمجتمع وكإدارة وغيرها لأن أستاذ مختار بن قوية أنت مختص في الاقتصاد المحلي أو اقتصاد التنمية المحلية وش رأيك في الحديث تاع سيد كامل بالجود وكذلك سيد برقاس المزغماتي هو حوصلة لما يحدث من تجاوزات من طرف الإدارة وكذلك لمعالجتها في الحالات المدنية في الرقمانة في الإنجاز في إعطاء مكاتب دراسات مشاريع لمكاتب دراسات غير مختصة كذلك في تبذير أموال عمومية عن طريق نقص الرقابة وما إلى ذلك هذه الحالة التي تكلم عنها أستاذ عجالة فقط لأن أستاذ عبد الرحمن راوية كذلك وزير المالية را يتكلم هذا بنا نستمع إليه إذا كان نتكرم إذن مشاهدين الكرام نستمع لما يقول كذلك وزير المالية سيد عبد الرحمن راوية في لقاءة رئيس الجمهورية وغتاة اعتمال وخطط عمد الحكومة من طرف المجلس الشعبي الوطني حكومة بلولة